اشتركوا في القناة كثيرة من أجل أن يوفر لنا ما نحتاج إليه من أغذية تحدث عن بعض الأعمال كما رأيتها عند زيارتك للبادية مبينا شعورك نحو الفلاحين إذن من أجل الإعداد والإجاز يجب قراءة نص الموضوع قراءة جيدة وتحديد سياقه العام ثم نتعخط تحت الكلمات الرئيسية فيه الكلمات الرئيسية فيه هي الأعمال الكثيرة التي يقوم بها الفلاحين ثم نتحدث عن هذه الأعمال زيارة للبادية وشعور نحو الفلاحين وتصميم الموضوع سوف يكون على الشكل التالي المقدمة زيارتك للبادية متى كانت هذه الزيارة رفقة من وما المناسبة منها العرض بعض الأعمال التي يقوم بها الفلاح الأعمال التي شاهدتها أثناء زيارتك للبادية ثم الخاتمة شعورك نحو الفلاحين وهكذا في المقدمة سوف تتحدث عن زيارتك للبادية متى زرت البادية في عطلة فصل الربيع العطلة الصيفية في عطلة عيد من الأعياد أو في إحدى العطل الماضية مع من رفقة أسرتي أو عائلتي ما مناسبة الزيارة زيارة عمي أو جدتي أو أحد أقاربي العرض بعض أعمال الفلاح ما الأعمال التي شاهدت الفلاحة يقوم بها عند زيارتك للبادية إذن ماذا شاهدت؟ وهناك شاهدت الفلاحة يحرط الأرض يسمد الأرض يغرس الشتائل يسقي الأغراس يشدب الأغصان يزيل النباتات الطفيلية ويعالج النباتات يرش المبيدات الحشرية يجني المحصولة ثم يقوم ب أو يهتم بتربية المواشي والدواجين إذن هذا رصيد سوف أستثمره أثناء كتابتي والخاتمة سوف أتحدث عن شعوري نحو الفلاحين هل تحب الفلاحة؟ ولماذا؟ نعم أحبه أحترمه أقدر عمله لأنه يتعب من أجلنا ويوفر لنا الغذاء إذن لدينا نموذجين مقدمة في عطلة الربيع الماضية سافرت إلى البادية رفقة أسرتي لزيارة الجدة وهناك شاهدت الفلاحة يقوم بمجموعة من الأعمال حيث ينظف الإستبلة ويطعم مواشيه ويسقيها قبل أن يتوجه إلى الحقل فيهتم بأرضه ينثر البذور ويغرس الشتائل يسقي الأغراسة ويشدب الأغصان ويزيل الأعشاب الضارة ويسمد النباتات الضعيفة فهو يراقبها غير آبه لبرد أو حر همه أن تجود أرضه بالغلال ويجني ثمار تعبه وينعم العباده خاتمه أقدر عمل الفلاح وأحترمه لأنه يوفر لنا الغذاء فهو يتعب من أجلنا لذلك يسحق منا الشكر والتقدير نموذج تاني أو بتشديد الأغصان أو بتشديد الأغصان وتلقية الأعشاب لا يتوقف عن العمل صباح مساء يراقب صحة نباتاته فيسمد الضعيفة منها طارة ويزيد من كمية مياه الري طارة أخرى همه أن تنضج ثمار أشجاره فيجني المحصول ويسد حاجات الناس وإلى جانب اهتمام عمي بالأرض فهو يهتم بتربية أو يعتني بتربية المواشي والدواج والصهر على إطعامها وسقيها خاتمه ما أعظم عمل الفلاح إنه يجد ويكد ليوفر لنا الطعام لذلك يستحق من التقدير والإحترام وإلى هنا أستودعكم الله